اليكم اليوم عشر اسماء محرمة ومكروها في الاسلام احذر من تسميتها عاشرا الاسم هنوف المعنى يقال انه من الغرام ولكن هو اسم جنية تعيش في الحمامات او الخلاء تاسعا الاسم وتين المعنى يقال انه من الحبل الوتين ولكن هو اسم جماعة من الكفار يقومن بفعل الفاحشة يقال عنهم وتين ثامنا الاسم وجد المعنى حرقة في القلب واسم من اسماء الجن يعاني صاحب الاسم من امراض تؤدي لهلاكه سابعا الاسم يارا المعنى كلمة فارسية معناها الاكل المحترق سادسا الاسم مايا المعنى هو اسم لأكثر القبائل تخلفا في العالم وتعيش في امريكا خامسا الاسم لمار المعنى كلمة فارسية بمعنى انثى الكلب ومذكرها دليمار ما تلاحظون ان اي اسم غريب الناس معه يقولون معناه الذهب بريق الالماس ماء الذهب وبعد البحث والتحقق عن معنى الاسم نلاقي ليس له اصل في اللغة العربية اصلا فظنوا كثيرا ان معناه لمار بريق الالماس وماء الذهب ولكنه غير صحيح رابعا الاسم ريماس المعنى قيل ظلمة القبور الموحشة وقيل مؤخرة الغزال وقيل صغير الجن ثالثا الاسم ريناد المعنى ان يسود القلب من الذنوب والمعاصي وقيل احاطت الذنوب بالقلب من كثرتها وقيل الذنب على الذنب حتى تحيط الذنوب بالقلب وتغشاه فيموت ثانيا الاسم لارا المعنى روح ترعى العائلات عند الرومان والهة البيوت يتضمن معنا يتنافى مع الدين في قصص اديان الوثنيين ان لارا هي الهة تايبر وهو نهر اظنه في ايطاليا وقد شاع هذا الاسم في ايطاليا اولا قبل القرن التاسع عشر ظنا من الايطاليين انه اسم مشتق من الاسم اليوناني لليسا على فكرة اعياد لارا تقام اليوم السادس والعشرين من بارس اولا الاسم راما المعنى اله من الهة الهندوس والذين ظنوا معناه ارض الحرم المقصود الحرم الذي لالهتهم الهندوسية ويعتبر راما المثل الاعلى في الفروسية والفضيلة من خلال الملحمة الهندوسية وقد نص العلماء على حرمة التسمية باسماء الاصنام والشياطين ورؤوس الكفر كفرعون